ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في مواجهة مستخدم الوكالة في محاولة لصرقة وداء عمالية وذلك قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتمكن من توقيف المعني بالأمر بعدما عمد حارس الأمن الخاص إلى إقفال الباب الخارجي للوكالة وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابر الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من دوافع وخلفية ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية وكذلك الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية